في التعاون وصل مساء اليوم وزير الشون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العمامرة إلى القاهرة للمشاركة غدا في أشغال الدورة العادية لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزري وقد استهلال عمامرة نشاطاته بلقاء ثنائي مع نظره الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح اللي يتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس الجامعة وتناول الوزيران خلال هذا اللقاء العلاقات الثنائية الأخوية بين البلدين الشقيقين إلى جانب قضايا إقليمية ودولية فضلا عن البنود المطروحة على جدول أعمال الدورة الذي يتضمن عددا من القضايا السياسية الراهنة وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وتطورة الأوضاع في عدد من الدول العربية على غرار سوريا وليبيا واليمن ومكافحة الإرهاب وإخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وفي هذا الأيطار تهدف مشاركة الجزائر لتأكيد على مواقفها الثابتة إزاء القضايا العربية لا سيما دعمها الثابت للقضية الفلسطينية وكذا إعادة طرح مقاربتها السليمة بل السلمية التي تعتمد الحوار والحلول السياسية لتسوية الأزمات التي تمر بها بعض الدول الشقيقة مع رفض التدخلات الأجنبية كما ستغتنم الجزائر هذه الفرصة للدعوة إلى اعتماد منهجية عمل عربي مشترك تعتمد على أسس مستحدثة تحمل أبعاد تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة ومن المنتظر أن يجري العمامر على هامش أشغال هذه الدورة يجري سلسلة من المحادثات الثنائية مع بعض نظرائه العرب حول التعزيز المستمر لعلاقة التعاون الثنائي والعديد من القضايا العربية والإقليمية وكذا الدولية